انتفض سكان لد علي ببلدية بركانين ولاية عين الدفلة ضد المحاجر التي أضحى تهدد صحتهم وحتى أرواحهم حيث لقي أحد السكان حتفه بعد أن دهسته شاحنة إحدى المحاجر الضحية عبر في وقت سابق للشرق نيوز عن استيائه من المحاجر وقال الوالي وقدر مهم الوالي وقدر دائرة وقدر تمام وما استعرفوش بهم السكان رفعوا مطلبا واحدا يتعلق بغلق هذه الورشات التي أضحى تسمى بمحاجر الموت يا أخي شعال بعيدة هذه الكاريير على الشاطو تالما إلى أسكو هذه المسافة قانونية لو كان تفيدوا الشاطو تصيبوا خمسين خمسين سنتيم طلعتها غبرة الشرق نيوز هي راهي راهي شايفة الميداك في ردير احنا ماليش نستنشرقه هوه ننقي حالة الغبار منتشرة في كل مكان كانش مباني لكم بيوت المحاجر وشاحنات يلحقوا لعمارنا شيباني يتوفى بصدمة على شاحنا طلع الصغير يتعوق بصدمة على شاحنا يعني نجدوها السلطات بركبه يجوين ينقذو لنا الحياة تاعنا هذا الشعب راه بغي يعيش البارح هنا عندها قتلنا كين بي فيب اللي يحبسه ورامهنا اليومام يخدمه صابي مودة يحتفى السلطات والأخطر من هذا يتعرض سكان المنطقة حسب تصريحاتهم إلى تهديدات متواصلة من طرف أصحاب أحدى المحاجر وكي يزيد الجيل هنا تهدر معه يقول لك أنا اللي يمباسيك ونا اللي يندخلك للحبس وراه يحق الإنسان وراه يمنيش عارف احنا ما نشعر كيفها والله من يعارف في ذي البلاد كيفها ديره ولينا يهدونا جي تهدر على حقك يقول لك انباسيك ندخلك للحبس احنا في جميع الأحوال رأنا نموتوا موت باطئ السلطات المحلية أعلنت تضامنها مع سكان المنطقة أكيد حادث ما سيتعثرنا جامعا لهو أبنا واخونا والدارنا والدبلاد نتأسفنا كذلك ما تكرش هذا الحادث من هذا النوع الحوادث ما تكرش إن شاء الله كما أتضامن مع أهل المرحوم فمتى يتم اتخاذ قرارات ضد المحاجر التي لا تحترم دفتر شروط خاصة مع تواجد منبع ماء بالقرب من إحداها مما يؤدي لتلويث المياه الصالحة للشرب شكرا للمشاهدة